أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته للضغط على الاحتلال الإسرائيلي وذلك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وطالب المالكي المجتمع الدولي بالعمل على تبني مصار سياسي يفدي إلى إنهاء الاحتلال وجاء ذلك خلال الاجتماع مع نظيره الأيسلندي في العاصمة النرويجية أوسلو واتفق الترفان على مواصلة جهود المشتركة لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية وتحقيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة ومنتظمة إلى قطاع غزة